تحية حب و احترام و ام و سلام لكل مشاهدين الكرام في كل مكان و نحن نلتقيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوع سيدي دائماً متفقينوا ياكم بالبرنامج الضيف لازم يكون عنده سيفه ممتاز جداً سيرته الذاتية الرياضية نتأهله ان يكون جالس في هذا البرنامج دائماً نحن متفقينوا ياكم احنا برنامجنا يبتعد بشكل او باخر عن المشاكل و وظيفنا اليوم طبعاً هو ميحب المشاكل و ما عنده مشاكل بحياته لكن بعض الجماهير تكرهك ليش؟ لانه مسجل على الجوية مسجل على الزوراء و عنده القاب ممتازة جداً ستة القاب دوري أربع القاب كاس ويا الطلبة ويا أربيل ويا الزوراء ويا دهوك بالمنتخب الوطني بالاحتراف بصراحة ما كنت أعرف انه ضيفنا يمتلك هذه المحطات المهمة بحياته على اعتبار انه الاعلام في ذلك الوقت لم ينصفه كثيراً لكن مجرد ما أقرأ خد نقطة عنه الذاكرة اترجعني أتذكر سجل هدفين ضد كوريا الشمالية في أول ظهور مع المنتخبات الوطنية في بطولة آسيا تصبيات آسيا للناشين مع المنتخب الناشين ما أتذكر بالضبط يعني هواي محطات في حياته لكن شنو موضوعه موضوعه اليوم هو مدرب واشتغل مدرب بفرق كبيرة اشتغل بأربيل واشتغل بالزوراء واشتغل يعني آخر شيء بالشرطة مع مدربين مختلفين بعض الناس يقولون علاقاتها طيبة باللاعبين بعض الناس يقولك لا هو امكانيتها زينة من كتبنا من نظيفنا راح يكون أحمد صلاح الناس قالوا ممكن يكون مدرب ممتاز جدا وهو اليوم طبعا نجم كبير وشخصية محترمة وصديق عزيز وظيف في برنامج سيفيح مصرح نمسى عنديك مهلا بك حبيبي كابتن همين أشكرك واشكر طبعا الساك لهذه للقناة حقيقة قناة طليعة وحي كل المشاهدين إن شاء الله نكون فخفين الضالع عليهم إن شاء الله زين انت سيفيحك هذا الحج شيتاني لو بعد أكو نا بعد هوي هوي بعد أكو زين هذا السيفي مالكي أهلك أم تكون يعني مدرب لفريق كبير فريق الشرطة؟ لا بالتأكيد ممكن لاعب إلى تاريخ وإلى سيفي ممتاز يدون عنده يكون مدرب ناجح أنا ضد هذه الفكرة لكن أحيانا ممكن أن تكون اللاعب ناجح وتكون مدرب ناجح وإذا ممكن أن تكون اللاعب ناجح ومدرب غير ناجح وكثير من الأمثلاك وحقيقة على مستوى العالم ومسقط على مستوى العراق لكن أنا متجاهة التدريب أحس نفسي عندي ممكن أن تلاعب عندي روح القائد داخل الملعب أي لاعب يكون عنده روح القائد داخل الملعب ممكن أن يصبح مدرب ناجح وإن شاء الله نتعلم ونتمكن وإن شاء الله نقدر نصير مدربين نخدم بالدرجة لولا بلدنا وبالتالي راح قيد راح أخدم نفسي بعدك مصاير؟ طبعا لا بعدك؟ طبعا بتأتي الطريق؟ إحنا قلنا اللي يأتي للبرنامج لازم نكون نجم أنت نجم؟ يعني على السيفي مالتي الحمد لله رب العالمين تعبت على نفسي أحبت عينا بسهولة سياق البرنامج مجموعة من الصور طبعا الجمهور يعرف وإنت يمكن تعرف مجموعة من الصور يعني الخاصة في حياتك من الفيسبوك من الأنترنت من عندك من أصدقائك راح نفاجئك بها على مدال الوقت القادم من البرنامج الصورة الأولى يقولون أنت زورائي شوفها شوف الصورة الأولى أنت زورائي صح؟ متأكيد أنا أنت زورائي؟ أين أنا؟ أنا زورائي وأنا طلابي وأنا شرطاوي وأنا كل فرق الجماهيري أنا أعتز بها زين؟ لكن كل إنسان إلى بداية أنا بداية كانت مع شباب الزوراء بهداف الدوري ومن بعدها بعد لسنة ما يحق لي أمثل الشباب الله يرحمه عمو بابا صعدني الفريق الأول عمو بابا صعدك الفريق الأول؟ أحنا خمس لاعبين صعدنا الفريق الأول من ثم كابتن عدناني وعماد محمد وأتذكر أحمد جبار على ستاة؟ لا على ستاة شباب القوة الجوية خمس لاعبين كنا ومن بعدها صعدت الفريق الأول حق لي سنة من ثل الشباب ما قبله النادي الأول بعدين رحنا مع الكابتن عدنان حمد إلى المنتخب ناشيين وما ثم وقعنا سنتين مع نادي الزورائي إذن أنت زورائي صح؟ هذي بالصورة من هو ياك؟ وش قد شان عمرك؟ أنه أنا عمري أنا أصباطع السنة تقريبا بعدين ما صار إصباطع السنة اللي وياك عصام محمد مفيد عاصم مو؟ عصام مفيد ومفق وحيدر محمود وشاكر صبار أحمد كابم؟ قادي جابر أحمد كابم؟ قادي جابر أحمد كابم لاسر عبدالضريف قادي جابر أحمد جبار أحمد يحسين وإنت؟ هذا من اللي وياك في الصورة؟ والله ما أعرف متعرفه؟ الموياك في الصورة؟ هاي إذن أنت زورائي؟ لعبا نعم لعبا نعم جمهور الزراء يسأل ليش طلعت من الزوراء؟ أنت غطار أحمد؟ مشيتوا بالزوراء؟ اللاعب لو مدرب مدرب جمهور يسأل، قال يسألي ليش؟ الأخ اسمه سامير شاكر شون سبب خروجه من الزوراء؟ احنا يمكن قدمنا بشاهدة الجميع بشاهدة الإدارة وشاهدة الجمهور جمهور احنا طلعنا من الزوراء الظروف حقيقتنا أجبرتنا الخروج من الزوراء وأجبرت المدرب كابتن سار الخروج من الزوراء أنا ما حبيت أخرج من النادي شون اللي جمهور ثار؟ جمهور ثار نتائج سوء التوفيق يعني ما توفقنا حقيقتنا إحنا يمكن لعبنا كرة قدم من زمن الزوراء ما لاعب يش كرة قدم كل مباراة نضيع يعني فرص ما معقولة فكابتن ثار يحبي إذا باستقالة والإدارة ما قبلت حقيقتاً يعني واحد يحكي أمانات أو والإدارة ما قبلت وبدأ رغضة استقالة الثاني باراة قبلت الاستقالة انثار أصر عفوان كابتن ثار أصر على الاستقال خلاص طلع من الزوراء طلع من الزوراء زي شنو رأيك بموضوع هذه الثنائيات المدرب الفلاني لازم يعمل مع مدرب الفلاني الناس قالت أحمد صراح ما يشترل لو يا ثارى أحمد لا هاي العملية مرفوضة يعني يعني برأييه الشخصي هاي عملية مصححة إذا اليوم كان أكو تفاهم بين المدرب والملاك الفني بصورة عامة ممكن أن تصير هكذا حالات لكن في بعض الأحيان مو كل مو كل مدرب يعني ناجح عند مدرب مساعد يجب أن يكون ناجح إحنا أحياناً العواطف والصداقة ممكن أن تأتي بمدرب مساعد مع المدرب الأول ما لا علاقة موضوع الإمكانية مجالة هذا مدرب جيد يستلم فريق وممكن أن يجيب صديقة يدربوها هواي صارت عندنا أمثلة من هذا القبيل مثل وين؟ يعني عندنا هواي مدربين ما ردنا حرجك ونقول لك مين؟ لا لا بل عبد الآن ما نحرج يعني صريح أهى منه لا؟ لا أقول لك هو يعني مدربين بصورة عامة ثمانين بالمئة من مدربين يعني مثل علاقتك مع أحمد بحسين عبدالواحد جابتك للشرطة؟ مستحيل شو يقولون هجي؟ مستحيل حسين اللاعب بس مؤثر بالفريق كابتن فريق مستحيل إدارة الشرطة يعني ممكن اللاعب مسموع وإذا كان قائد داخل الملعب ممكن ينطرأيه لكن ما من مستحيل حسين ينطرأيه على تسعة أعضاء هيدا وعشرة أعضاء هيدا وعشرة أعضاء هيدا وإدارة ناس محترمين بس ممكن يؤثر عليهم يا براح نجيب إحنا الصلاح ممكن أن يكون رأي لا بس حسين ما كان أنا كان طلب من المدرب من المدرب باكيته؟ تعرفه باكيته؟ يعرفه نقائد داخل الملعب وعندي سيفي يسمح لي في بعض الشيء لسنوات قلة اشتغلت مع نادي أربيل كمدرب أول بالبطولة الآسيوية يعني قدرت الحمد لله مساعدة اللاعبين أفوز على نادي القادسية الكويتية في الكويت أول مرة بتاريخ العراق نادي عراقي يغلب القادسية الكويتية في كسر التحاد الآسيوية مع أربيل معربيل انت كنت يعني بالصورة القادمة ما كنت ذاك اللاعب المؤثر شوفوا الصورة الجاية شباب منتخب الشباب مع علاسين عمال وعدنان حمد وأحمد جاسم هادي وين؟ هاي الصورة ببنادي الزوراء الصورة منتخب شوك النادي الزوراء هاي قبل ذهبنا إلى آسيا إلى إيران تحديدا إيه كأس آسيا في إيران كان يلعب عماد وعمار أحمد زين انت كنت بديل؟ لا أنا ماتشت أصلا ما وجد بلو 18 زين من ضمن الو 18 هادي في أول يعني بالأول بعدين شاركت مع الفريق في عدة مباريات هادي لكن هاي بطولك كان عماد أفضل عمار أفضل مني هادي عمار أحمد تقولها؟ طبعا عماد أفضل مني فنيا كلاعب طبعا أفضل مني ها ها زين والله عمي بالمناسبة اللاعبين يقولون كان اختيار المدرب يجي دائمنا لا لا أكو أمور فنية واحد يحتيه يعني سوء حظي يعني حجي لي عماد ويونس وأحمد ولؤي وأعلا ستار وأحمد إبراهيم دكتور أحمد وجل التحية طبعا بعيدهم وين عمد إبراهيم؟ بالفعل صحب صيدلاني أدرا الآن وين؟ مختفي ما يحب الرياضة ما يحب الرياضة أدىك تواصل معها؟ أكيد طبعا الكلان يعني تواصل موضوع اللاعبين كان عماد وعمارة من المهاجمين يعني ومو هذا كلامي التاريخ والشيبي يعني تاريخهم يشهدوا هذا الشيء هم جابون البطولة؟ يعني الكل جاب البطولة الكل جاب البطولة؟ المدرب واللاعبين والاتحاد والكل الكل بدأت فترة جاب البطولة؟ طبعا حتى الجمهور العراقي بإيران طبعا يعني المناسبة لتسفيئك ممتاز جدا تقول في ظل تواجد عمات وتواجد عمار أحمد ويونس وكل اللاعبين أنت تمتلك يمكن أكثر من خمسين بورا الدولية صح؟ ألعب بس ما كنت دائما أساسي شاركو المنتخب معلومتي صح؟ أكثر من خمسين بورا الدولية تنتلك زين يقولون أحمد صلاح بالنادي يؤدي أكثر ما إذا بالمنتخب لا أنا أنا تكلمت قبل قليل أنا بالنادي ألعب لعب أساسي زين المنتخب أنا ما ألعب أساسي أحيانا يعني اللعبات اللي يلعب بها أساسي قلت أنطي بيها لكن قلت لك أكو أمور فني أكو لعبين أفضل من أحمد صلاح بالمنتخب يونس أفضل عماد أفضل زين رزاق فرحان أفضل أه أنت هذا جيلك؟ رزاق من جيلك؟ رزاق يعني أنا لحقت يعني ويانا رزاق أجاب أثناء جميعا من ضمن ثلاث لاعبين الكبار هو حيدر جبار وعبدالوهاوية من ضمن ثلاثة يلعب مهاجم يونس يلعب مهاجم وعماد يلعب مهاجم أنت بأثناء لعبت؟ لعبت لعبتيني إيطاليا ومن؟ إيطاليا والمغرب أساسي مغرب أساسي إيطاليا بديل إيطاليا بديل لعبت المهم في أثناء سجل في تاريخك أنت عندك رابع أثناء طبعا هذا كل يذكر التاريخ كان ممكن نشوفك في 2007 مع الفريق يعني موجود مع الفريق يعني أنا آخر ما نسجل في التصفيات على الصين وصدرنا مجموعتنا الأول تعدلنا مع الصين هناك وانا سجلت لكن قبل ذهب يوما إلى تايلند يعني صارت عندي أصابة وعتدرت المنطقة وين صارت عندي أصابة؟ بلردن وطلعك؟ أنا اعتدرت طبعا هذه شجاعة ممكن لاعب يمتلك اليوم الاعتدار عن المنتخب شجاعة ألم أن قلت؟ لكل الوفد والكل رئيس الوفد والكل المدرب أحجيت المدرب شخصيا أحجي لك اللي عندي أحجي أنت كنت حاس أنه مرحت لعب؟ هذا منتخب شرف حتى داما لعب أنت كنت حاس حتى مرتاح أنت لما معتدر لا لا أنا قبلها حتى بالمنتخب بشيات ما لعب بس هذا منتخب أنت اليوم من ضمن العشرين هذا إنجاز لأي لاعب عراقي يكون متواجد زين أنت حجيت ويمنهم؟ ويكل أمام اللاعبين؟ طبعا ويكل أنا حجيت قلت لما أنا ما قدر مصاب طبعا يقولون كان ممكن لو رايح ويا المنتخب هاني مؤناني هاني مؤناني في ساحة المجال غيرك؟ طبعا في ساحة المجال غيرك؟ هاني مؤناني يعني اللي أنا فكر شوف ما صرت مدرب ما متندم على هاي الأمور اللي سواته آه اليوم شجاعة اللاعب نيجي المدرب حتى ما يكون المدرب غافل عن هذا الشيء زين؟ اليوم اللاعب نيصارح المدرب هاي شجاعة يعني يعني إذا جاك لاعب يقول لك أنا مصاب ما أقدر اللاعب أحترمه تستقبل خلاص؟ طبعا ما تقول هذا متمارض؟ لا مستحيل اللي يشتغلوا إياه مستحيل يكون متمارض عندي ثقة بنفسي اللاعب اللي يكونوا إياه أبداً ما رح يكون متمارض زين قبل بالزوراء يقولون اللي يدربوا الزوراء يخل الفريق كتلة واحدة مجموعة واحدة يعني علاقاتكم حتى خارج الملعب علاقاتكم مختلفة على أندي الباقية صح؟ ما لحظت هذا شيانا لحظت بكل أندي كريمم موجودة sign كل أندي موجودة بالطلبة ! بالزوراء كريم زين الآن جايك بالطلبة شوف الصورة جاية ش ش تقول صورة جاي تقول اه اوه نشوف الصور هم شة صورة جاي تقول علاقتك ممتازة جداً بعه بأحمد حسين و بخiling حمد صبار أنا علاقتي بالكل طيبة يعني حتى كابت لنا أعصى محمد و دكتور موفاق و خالد صبار و وحمد حسين و احمد جبار كلهم الثاني أصحاب الفضل علي بالزورة كانوا كابتن خالد وكابتن أحمد كابب أحمد كابب طبعا، أنا كانوا يساعدوني حتى بالتجهيز دقيقة، كانوا يجبوني التجهيز يعني كل شيء كانوا يساعدوني أحمد وخالد؟ خاصة أحمد يعني لاعب شاب؟ يدعمونه هواي بالمناسبة، تتكلم على أحمد كابب بهاي الطريقة؟ يقول كانوا يساعد اللاعبين الشباب أحمد إنسان محترم قبل ما يكون لاعب أحمد كابب شاهدت بمجروحة أحمد مو بساني يعني أنا أذكر هذا الشيء اليوم أنت الرياضي من يكون بهكذا سمعة رح يكون نجم للناس ثاني أحمد كابب أعتبره نجم أحمد نجم؟ طبعا تعامله ممتاز وياك في لاعب شاب؟ أحسن شيء والله طبعا هاي شنو الصورة؟ هاي أخذنا أحد الكوس أحد الكوس يعني اللي أخذناه احنا كل البطولات أخذناها بالزورة زين احنا تقيمة 22 لاعب كنا وإثمان لاعبين شباب صعدنا كابتن عادنا أحمد يعني لعبنا بالفريق الأول بالزورة زين وهي أحد البطولات يعني أخذنا بغداد المثابر المعاركة العراق والدوري كلنا أخذناهم كلنا أخذتهم وبحضور مميز اللاعبين الشباب طبعا زين كل لعبين يلعب ثلاث لاعبين أربعة لعبين شباب من تشكيل الأساس زين يقولون الزورة قدمت للمنتخبات الوطنية لا الطلبات قدمني المنتخبات الوطنية وليس الزورة؟ لا الزورة مرحت منتخب أنا منتخب الناشين قبل ملłą مشاوي بوعية للمتنقبي أحبت منتخب الناشين وملاب مشاوي منتخب الناشين راحت للنفسية منتخب شباب وقابق adelante رأيتك عن قرب؟ لعب ما لا بسعين isn't? لم تخي شواب بعدني ورجعني ورجعني و بالزورة ما لعبت حقي آخر فترة بق avant لعب أنا أول لاعب أساسي من ضمن اللاعبين شواب أني لعبت بالزورة أنا وأعبير جمال لعبنا قبل علا وقبل مهند لعبنا أساسي تقوية أساسي بس لعبات سبع لعبات لعبنا وكانت المصطبة عباقرة إحمد راضي وحسام فوزي وكل اللاعبين كانوا موجودين كل اللاعبين موجودين كانوا ومع كل هذا أني لعبت أساسي بالزورة لكن الفرصة تعرف أني سويت عملية زادة دودية اليوم أنت بالزوراء لا تلعب فترة تروح بعد خلص تم فأني قررت وراها أن أطلع من الزوراء خلص عقدي سنتياً مع الزوراء حصلت كل البطولات معهم هذا شيء في إلي يفتخر بيها طبعاً مع الزوراء اللي لا يلعب بالزوراء وبفرق الجماهرية ما لعب كرة قدمة بحياته أي واحد لاعب بالزوراء يحيط شاهد شاهد سبحان الله الزوراء والطلبة وكل الأندية الجماهرية لا بس تخديداً الزوراء حتى أكون واضح بيهاك طبعاً واني هم أكون واضح بيهاك اليوم الزوراء أكبر قاعدة جماهرية بالعراق بالأضافة لقوات جوية والشرطة والطلبة بالتأكيد يعني اليوم يعني إحنا نكون واقعين أنا دائماً بكلامي ما أجامل بالمناسبة تتفكر البعيد أحسك كلامك أنا ما أفكر البعيد أنا دائماً أقول بكل مكان أقول أكثر جمهور بعراق جمهور الزوراء بدون مجامل صح أبداً ما أتكلم البعيد والمقربين مني من نادي الشرطة يعرفون أحمد صلاح شنو فأني يعرفوني حتى جمهور الشرطة اليوم يمكن أني أكثر أكثر لاعب سجلت على الشرطة كلاعب فسي اليوم كمدربة أنا حقيقة تفاجأت من استقبالي من جمهور الشرطة اليوم جمهور الشرطة أقول لهم يعني أحمد صلاح يعتمر أبد النادي فهذا أنا أفتخر بي حقيقة وأني أشكرهم لا هو الإخلاص للعمل الإخلاص في العمل لا إحنا اليوم ثقافاتنا شوية يعني محدودة لكن جمهور الشرطة فاجأني زين بدون يعني لا تملقا ولا أي شيء جمهور الشرطة اليوم يعني التعاملة ويا أحمد صلاح يختلف أما كنت لاعب استقبال جيد واستقبال محب إلي كشخصيا وأني أشكرهم جدا ثلاث نقاط ممتازة بداية الدولة والشرطة بالتأكيد كل بداية صعبة زين ما جمهور مراضي طبعا ما يرضى يعني الأسماء الموجودة عندنا كل المتابعين يقول لك الشرطة يظهر بمستوى أحسن من هذا بالمحصلة حصلت بثلاث نقاط هذا الأهم الأهم زين الكلام التي تحدثت بي قبل شوية وأنت قائد دائما داخل الملعب ممكن تلاعب ممكن تلاعب شوف الصورة الجاية شو تقول الصورة الجاية تقول أنت قائد لكن وين بالمنتخب الوطني موضوع مختلف تأكيد داخل ملعب كنت بالنادي أول منتخب شنو الاختلاف بين المنتخب والنادي المنتخب مسؤولية كبيرة المنتخب يعني مسؤولية أكبر من الاندي والإشارة صعبة جداً بالمنتخب لعدة الظروف الكل يعرفها مثل أسباب يعني اليوم أنت من تحصل لتشيل إشارة بالمنتخب جهد أكبر نظر إليك أكثر المشاكل تزيد الحسد يزيد الغيرة تزيد أنا قلت لك الحسد والغيرة هي هاي أكوناس وياك بالمنتخب شنو تسطوها لحنا الصلاحة أنا طلعت بعد هاي بعد هاي المباراة آخر إلي هاي شلت الإشارة بالمنتخب وطلعت أنا قالوا لأكل اثنين لائبين أصدقائهم مقربين قالوا هاي آخر مباراة لكل منتخب قالوا لك مدام اللي بس تشارك ني والله أقول لك اللعبين منه هو ما يحتاج أن تذكره لا قل لي بس ما راح أقول لك أنا لا تقول لها دم لحش بيه لاعبين مهاجمين واحد من عدهم بالتأكيد واحد مهاجم قل لك أحمد البس كابتن منتخب عليه بعد ما يبقى أنا ما شلتها عليه هو شاما موجوب أعرف بس أحمد البس كابتن منتخب بابا طبعا نشيل إشارة قلت لك أنا يشكل خطر عليه لا أتملق اللاعبين وياي فبعض الشيء أنكره أنا من قبل اللاعبين لكن بالنادي اللاعبين يعرفون أحمد صلاحشن داعي داعب كل شيء داعي لللاعب كل شيء قبل ما داعي النفس هيمشي عندي مصلحة اللاعب وكل شيء أنت توقع هذه الشارة اللي طلعتك من المنتخب؟ طبعا 2009 طلعت المنتخبان بقمة عطائي بقمة عطائك طلعت من المنتخب بسبب شارة الكابتن طبعا الجمهور شوكت كرهك تارف شوكت؟ الجمهور لا هو ما يكره هو أنه ما يأخذ موقف وقيت لك إحنا عاطفيين أكثر من اللازم ممكن أنا أكثر من اللاعب الوحيد اللي يسجل على الفرق الجمهورية ممكن أن تلاعب في أربيل زين؟ يعني أنا يمكن لؤي بس لؤي حسن حضر جاء لعب بالزوراء جاء لعب بالزوراء لؤي عندك قد مئة هدف بالدوري؟ ما أعرف تقريبا ممكن أكثر مئة هدف زين؟ شوف الصورة الجاية اللي راح تقول لك أنت ليش انكرهت صورة أنت والنجم الكبير هوار مولا محمد أصدقاء الأمس هذا وين؟ منتخب شوب مو؟ منتخب شوب هاي بنادي الزوراء أيضا كانت منين نحن بنادي الزوراء هذا من هوم هوار لا هاي منتخب.. ها هي منتخب وطن هاي مو منتخب شوباب المهم هوا ممتخب وطن مو هاي منتخب وطن هاي منتخب السفر إلا اليابان أعتقد ألفين وأربعة ألفين وأربعة كان المدرب… ستانج صديقك هو؟ طبعا زي خلى أكون واضح بهاك أكثر أنا لما قلت لهم ضيفي أحمد صلاح جمهور ممكن شفت البوستل في فيسبوك هواي ناس اسأله اشقله هوا من ورات الشهير ومن ورات المنتخب السعودي اللي خسرنا بها وطلعنا نعم أنا أكثر من خمس مرات وضحت بهذا الشيء قلت آني هاي إساءة طبعا هي إساءة إنه قبل ما تكون إساءة المدرب صار سوء فهم على أحد من بين من ومنه؟ الكاميرا شافت هايش يسوي أحد اللاعبين كان موجود على الخطر يد ينزل فهوار كان قريب عليه قل لي المدرب هم رح ينزل فلان وهذا الشيء كان هوار ضايج من هذا الموضوع أنا قلت له ما يخالف أصبر انتظر نشوف بعد المباراة إن شاء الله يوفقنا برغوان شنت أسوي أهز براسي يعني حتى يقول له إيه أوكي ما يخالف هو كان يغلط على أحد الأشخاص فالناس تهمت هوار بينهو يعني ما هي إيجت هاي شوكت إيجت هاي إضاعة الفرصة السهلة؟ هاي ما رح علاقة هاي بالفرصة هاي قبل فرصة بهوي بس المخرج ذاكي شوية المخرج يحب المشاكل احنا ما محبوب من من هكذا ناس يعني أحكيها صراحة من الخليج احنا ما محبوب من العراقين يعني هذي تقصد هذي الفرصة اللي صارت هذي اللقطة اللي صارت؟ هاي قصوها ببيسبوك؟ لا لا الفرصة بشو ثاني وهاي كان فرصة دقيقة ثمانين هاي فرصة دقيقة سبعين الحركة دقيقة سبعين من لعب ياسر من لعب ياسر ياسر رعد يعني كنا ثلاثة عقصة للعب نلعباني وهوار وياسر كان منزعج هوار من هذا التبديل وكان يشكيلي على هذا الاسات كان يشكيلي وكان يعني يشتب احد الاشخاص اللي هذا السبعاني قلت له أصبر مدرب يعني كان مدرب اكرم سلمان لين لعب كذا؟ لين لعب ياسر؟ انسان عصبي كل شي يطلع مننا بس هذا ما يعكس بين هوار و هوار بلعه هوار انسان محترم و هوار خلوق خلوق لدرجة لكن بعض الشي احنا كنا خسرانين و كنا محتاجين الى التعادل في هذه المبارة لكن ما سجلنا فرصة سهلة ها أحمد؟ انا وحدة والبقية خمسة خمسة انت وحدة؟ انت أسهل فرصة؟ لا اكون فرادات بس قلت لك قلت لك انا شوية انا ما عندي جيوش بالتواصل الاجتماعي المود الناس الدافع لي انا دائما ابقى وحيدة ولي رب العالمين به هكذا امور انت تشوفي اكثر الاحيان انا حتى بصفحتي شخصية ما انزل كل سنة انزل فد مناسبة من تسية الامور الاكتر شي انزل انا من النوع اللي دائما اتواصل من النوع اللي دائما انزل صور واكتب وعندي ناس تكتب لي انا ما عندي هذا الشي ولا اعترف هذا الشي ولا راح اعترف هذا الشي المشكلة هسا الفيسبوك جاي يوصل الناس ما يهمني خلي يوصل انت ما وصلت الفيسبوك بغير شي وصلت؟ ابدا انا وصلت بعطائي انا تعبت على نفسي ممكن تلاعب وتعبت على نفسها ممكن تمدرب اقرأ اقرأ هواي وتعلموا هواي واسأله هواي مععب اسأل انا مش انتلاعب اسأل تقدر تسأل كل المدربين اللي اشتغلوا اياه اقلوا هواي مصرح شونه كان بالاخر الملعب وخارج الملعب بعد المباراة وقبل المباراة شينت أسأل هواي مدربين وحب اتعلم ومصر اتمدرب معه لفترة قليلة خم اتعلمت هواي زيل انت ورح ترفت؟ بالبداية رحت للزمالك مهار تمت الصفقة بعدين رحت للشمال القطري لو باقي بالزمالك مو احسن؟ طبعا احسن طبعا انا جنت جنت في حالة يرتعلها من الناحية المادية كل الناس بدأت تهيش احمد واني جنت كلش محتاج لفترة اكو ناس ممكن عدها معين الله المعين عدها معين يعني انا مكان عندي احد كانت والدتي يمكن تساعدني تخبز للعالم وتضطيني على مود اروح على مود اروح للأبوية مريض طبعا الله ارحمه والدتي كانت اشتغلها فما مستعداني تبقى والدتي هيتش احبيت انا احشك صراحة احبيت اكون نفسي في البداية وبعدين يعباني بعدني صغير وهذا اللي صار الحمد الله مشهد حالي والحمد الله رب العالم راحت للشمال القطري ونعمة الصورة الجاية تقوله بالاحتراف دعينا نشوف الصورة الجاية تقول انه انت بالاتحاد الحراب هان بالاتحاد السوري بعد الشمال القطري بعد الشمال القطري هذا المحطة الثانية بحياتي وين هذه الدورة سجلت بها هدفين أمام بهم كافية لاعبين سوريين عباد السيد ووال عيون يكون الساعة لاعب الضعام يكن مبار disk يسرسوا إلى أحد التالي أع術ي عندك بالدوري سوري أنا أول مباراة حيني Al-Qatari واستجلة هدافين وتعورت surpr holds يعني كان ممكن ترجع للإحتراف مرة ثانية أ mont R month لا أفصل بالأصابة، لا أقدر أعيش برضا ما تقدر برضا؟ تعرف أنت اليوم إعلام هسه والثقافات اتطورت، والكرة القدم اتطورت اليوم أنا لو بذاك الوقت هسه، لو بذاك الوقت لا أنا لحد لا نلعب تعرف تطور وتكنولوجيا وكل الأمور لو كان موجود فيسبوك بزمنك، الآن أنت لاعب؟ ما أتفرج فيسبوك لو كان؟ هو لو كان بزمني قوي، ما أتابع أصلا ما أتابع أصلا؟ ليش ما أتابع؟ يأثر على مستوى اللاعبين؟ طبعا يأثر، بالتأكيد اللي يدخل بهذه الأمور طبعا يأثر أكو ناس يتأثر، أكو لاعبين يتأثرون يتأثرون، طبعا إذا واحد لقى منشور مكتوب عليه؟ يتأثر، أغلبية اللاعبين تأثرون بوقتكم لما كان يكتبون عنكم بالجريدة، تتأثرون؟ قليل كان يكتبون علينا قليل؟ ما كان يكتب، ما أتذكر في اليوم ما كتب عليه يكتبون عنكم بالسلب أو بيجاب، أنت من تأثر؟ لا مرات وصف المباراة يقول أضاع أحمد صلاح فرصة من أوامل المرة تتعلم من هذا الشيء، تتعلم طبعا، أحب أن أركز على هذه الأمور حتى أصلح خطائه، أكيد آه، زيل، الآن، بشنو يختلف اللاعب عن اللاعب السابق؟ بشنو يختلف؟ الأمور تطورت هواي، العلم تطور، مثلا؟ العلم كل شيء، بالتدريب، بكل الأمور اليوم، اللاعب لازم يطور، إجباري يطور اللاعب آه، زيل، الصورة الجاية شي تقول؟ تقول أنه أنت هنا أنا مجدود راسك، أين هذه؟ الصورة القادمة تسلت العطماني شوي، والطريقة، طعب صبات وكلام، هادي وين الصورة؟ ها هي أول مباراة مع، أنا بالشمال قطر، ببنادي العربي الكويدي، كاينا عبت ستوتا أيضا، بذهم ها يختاروني من أفضل ممهاجم الدورة القطرية، في أول اسم، من تشكيلة الأسبوع أيضا، أول مباراة، ثلاثة عشاني، ثلاثة عشان خياطة هنا، يا أبي، ساعد فاي كله شديتها هيت، ولعبت مدرب قال لي أطلقت لما أطلع، بقيت أكمل، كمل، كمل، سجلت هدف، وراء الإصابة، وراء الإصابة، سجلت هدف، بالدور القطري، زيل، أنت طلبت خلص، أنت موضوع؟ بالترابي طلعت طبعا أنا طلبت، بالترابي، زيل، عن هاي الصورة قالوا، أنه أحمد صلاح راديث بتلمدرب شيء، وهو؟ أنه أنا مهاجم جيد، يعني أنا موجودة، جابوني جابوني من أثناء، جيت من أثناء، نعم، ويا المغرب لعبت، ويا إيطاليا، إحنا كنا طلعنا طبعا، فقام يدورنا على المهاجم العراقي، منه كان موجود حتى ذا ما كان يلعب، بس العراقي كانت في 2004، يعني سماعتنا كارج كلش طيبة، ممتازة، بالخليج خاصة بقطر، كنا طلعنا، أنا ويونس وعماد وهوار وصالح ومحمد ناصر، كنا طلعنا، كنا طلعنا، كنا طلعنا احتراف، زي، أنت بعد هذا الموضوع، بعد موضوع الاحتراف، يقول لك خاصة أن حسيت الاحتراف، ما ممي شوياك؟ إي، أنا أتفاعل في أي شيء أمور، ما ممي شوياك، بس بعد ما أطلع؟ إي، ما أطلع، زي، أنت قبل شو يذكرت والدتك، تأخذ رأي والدتك بالموضوع؟ لا لا، ما لها علاقة بالرياضة والرياضة، ما لها علاقة، أطلاقك؟ أبدا، الله يرحمك، إليه علاقة والرياضة؟ أنا المفارقة، يعني بحياتي بطلت أحد أسباب، بطلت وان صغير أبوي، أبوي مات، يعني أنا بعد خلص، عبت كرة قدم سنتياً تقريباً، والله، تركت كرة قدم؟ كمّلت سنتياً وراء، يعني من مات والدي، بس ما رجعت مالي رغبة بكرة قدم خط، صار عندك حالة من الإشباع يعني؟ لا لا، بالعكس، أنا بطلت عملي ثلاثين، ثلاثين سنة تقريباً، يعني كرهت كرة قدم رجعت أحاول، 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 ما قدرت، بطلت، وقعت وراها سنتياً، بعدين نشأت ويونس من جنة بربيل، خابروني بربيل ساكن قاله أحمد، وين؟ بالمطارح، نقلت لم أجيكم، جيت حت شوياي، هم جوا يلعبون الأربيل، فقالوا شون المانع دا تشتغل المساعدة بأوديشا، ثماني ما أحب يعني، يعني أعب كرة قدم، فأما سوى اليواحز نطلع يومياً، نطلع مياً، قلنا نعاني بي أن أكون بهذا الشي، هم طبعاً أصحاب الفضل نشأت ويونس؟ نشأت ويونس أصدقائك؟ خلوني أصير مدرب، خلوه برأس يصير زين، شعجب يونس ونشأت مشتوره بمجال التدريب؟ ما أعرف، بس ما عندي يعني تطلع بهذا الأمر، لكن أنا أعتقد هم ينجحون بالأمور الأدارية زين، لو كنت أنت وزير الشوابل الله، تستثني يونس محمود موضوع شهادة؟ ما عندي تطلع بهذا الأمر يونس محمود يقول أنه يريد رشح الانتخابات، لازم يكون عنده أعدادية على أقل تقدير، هو ما عنده أعدادية، يريد استثناء من من؟ أنت اليوم النجم، النجم مستثني من كل الأمور المفروض؟ طبعاً، يعني المفروض ما توصل للإعلام بالاستثناء ومستثناء، المفروض دراساً، يونس محمود نشأتها كرام هوار، صالح، كل اللاعبين نور، كل اللاعبين المنتخب، يعني مو بس هذا الجيل طبعاً أنا أحكى، عفواً، كل الأجياء زين، اليوم أنتك الرياضي هي شهادة هاي، زين ما يحتاج لك يعني شهادة، باكالوريوس، لأننا رياضة، وفق مجال الرياضة زين، المفروض يكون يونس محمود بالطلبة، ها؟ مفروض بالطلبة، ليش يعني بالطلبة؟ يونس محمود يريد راشي عن طريق، يعني، لغاسب الطلبة طبعاً وجهة نظرة، زين؟ وجهة نظرة محترمة، كيد يعني، يعني هذه الطلبة الصحة فضلة على يونس محمود، لولا الطلبة ما كانت أسم يونس محمود زين، جمهور الطلبة يحبي يونس محمود، وينادون بي وكذا، ممكن إذا رجع للطلبة، هو عنده فكرة أن يكون هناك توأمة مع نادي الغرافة القطري، مع نادي الوكلة القطري، يعني إذا صار التوأمة، ما رح يتغير مثلاً؟ يعني ممكن، شين التوأمة يعني؟ ما أعرف، هو يونس محمود يشي صارح، ما أعرف إذا صار رئيس نادي، بدأ يغازل الجمهور، توقع ينجح مع الطلبة، يونس محمود؟ كل رئيس نادي يريد ينجح مع الطلبة، لازم توفر الأموال، يعني ودا صار يونس محمود رئيس نادي الطلبة، شرح يتغير، يعني إذا سأخذ يونس يستنم الفريق، زين، خليه يستنم الفريق، شرح يتغير يعني؟ مرح يتغير، مرح يتغير، مرح ياخد دورة؟ مرح، اليوم، بكل شي، صح، إحنا جمهورنا، أنا ناس المقرب عليك يعرفني أحشي صراحة، صح، حشي صراحة، إحنا اليوم الجمهور متعطش ليونس، وفلان، 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 يردون يشتغلون بالنادي، زين، بس اليوم إذا الوزارة ما تدعم النادي مستحيل، لسأ رح تقول ليش ما يستقيلون هاي مشكلتهم، مشكلة الإدارة الحالية، ممكن أن جمهور يونس محمود يدخل الوزير، ممكن، ممكن، أنا اليوم دائماً أقول، هالوزير يدعم، هلما سواء كل استقطاع من الموظفين، إحنا اليوم إذا ماكوا دعم للنادي، أنا ما أحكي على أشخاص معينين، أنا أحكي على كان النادي، نادي الطلبة، اليوم نادي الطلبة إذا مايندعم بالأمور المادية، حالها على الزوراء والشرطة والجوية والفرق الأخرى، مستحيل تشوف على منصات التدويج، زين، ممكن نشوفك بالطلبة؟ أنا اليوم مدرب، ملاعب، أنا لو سألني لاعب أقول طبعاً، لو كنت لاعب، طبعاً مطلبة، لو كنت مدرب الآن أنت مدرب، ممكن نشوفك بالطلبة؟ أنا مدرب اليوم حسب الأرضية المتوفرت لي أشتغر ممكن تشتغر بالطالبين شو أخر؟ ممكن بأي فريق حتى دا كان تسمح لي أن أذهب النادي حتى دا كان نسمح مدرئيس النادي من صديقي واخوية شو ما عندك تواصل بي يا مزمحمود؟ ويا الكل أنا عندي تواصل لكن ما عندي انتصال عميق باللاعبين شو واحد دازلي قال لي أحمد صلاح عنده مشكلة بي يا مزمحمود؟ أنا الوحيد اللي راح أتلب كل عراسة كل عراسة شو؟ كم عراسة؟ هذا جواب لهذا الأخ اي خلاص الصورة القادمة تقول أنه أنت شوف الصورة الجاية أنت هنا مدرب ومخلي إيدك على يونس محمود صديقك هذا جواب ثاني اي هذا جواب ثاني احنا أنا مدرب أول على الفريق بطولة كأس الاتحاد الآسيو ملعب الوكرة في قطر هذا اي احنا تعادلنا مع تجاكستان وبعدها راح نلقادسي لكويتي نفس الفريق باستثناء يونس ممكن يونس ما حاب يجي للمباراة على اعتبار اللعبة تهم القادسية أكثر ما تهمنا راد راحة وخلاص قلت له مشكلة اي اخر مباراة هو عنده سفر يسافر أكو عنده متعلقات متعلقات في بعض الشيء قلت له خد راحة كان عندي موجودين يعني عندي لعبين يكفون لعبت بها احنا لعب لوي كان موجود لعب لوي بمكان يونس مرة اللي وراه نفس التشكيل شركت محمد جفال ولويل ماذا عجب ما بقيت ويا أربيل؟ ما بقيت ويا أربيل لا أنا وراه وراه بقيت ويا أربيل بس تعانيت بمدرب ماذا عجب؟ أحسن ليش أحسن؟ أتعلم أخذ وقت أكثر صح أنا أكل ناس يقول أنت نجحت مع الفريق مع نادي أربيل كمدرب أول لكن أنا أحس ممكن نجاح صدفة هذا نجاح صدفة يقولون أن أحما الصراح قايل بس أبشر مع أتفلش أبشر مع منو؟ مع أربيل هذا نجاح صدفة ممكن دافشرت خلاص تفلش ما مستعجل الآن مصرحيش تصريحين من ناس مقربين إلك أبشر بالتدريب؟ أتفلش يعني خلاص لا لا مستحيل بس أنا سألتك وناس أنا دائما أستشير الأكبر مني أكبر مني فهما ليس عمرا زين أكبر مني فهما اليوم أنا أسألهم في حالات معينة سن سبعين ثمانية مئة قالوا استعين بمدرب خلاص أطلع استعين بمدرب يعني أنا أشتغل مساعد المدرب يأتي الأربيل من أجبت لك؟ مو أنا اللي دارة جابت جابه من؟ جابه كابتن ثار ثار أحمد حكم علاقتك الطيبة بي؟ يعني أعلاني كل المدربين علاقت بيهم طيبة أخذوا رأيك بالموضوع نجيب لك ثار؟ لا نجيب لك قالوا كابتن أكم مدربين ثم طرحوا موضوع قالوا كابتن ثار توفقوا يا أنا سنتي أنا أخذ دوري للنادي زين ومحبوب من قبل الجمهور والوضع استثنائي عندنا لاعبين طلعوا إحنا لاعبين يعني الوضع النادي مو مثل السابق زين اليوم وضع النادي لازم الجمهور يتحمل إن من يجيبون يجيبون ناس تحب العالم زين حتى أي شيء يصير ما رح يحشون النادي زين جمهور هيش مؤثر بالفريق يعني؟ نادي أربيل جمهور محب النادي زين ممكن نشوفك مع أربيل مستقبل كمدرب أول نسلو طالب على أربيل شي تريد لا نحن نشوفك ما هي أسألة الجمهور ترى بالمناسة وجمهورك هواي عن فاجات ها أنا قلت لك قبل شوية ها بالمناسة خرطتك فتشي ها أكو هواي ناس يحبوك بالدليل رسائل خاصة اللي يعرفوني اللي يعرفوني عن قرب يحبوني أكو ناس يكرهوك أحمد بالوسط؟ العنبعد اللي يعرف أحمد السلاح بالتأكيد وقلت لك السبب السبب عواطف يعني مواطف أكو ناس يكرهوك بالوسط؟ بالوسط الرياضي؟ ها ما أعتقد انت غلطان اسمح لي أقولك انت غلطان نا ان شاء الله ما أغلط بس أنا نيتي حسنة بالجميع ما عندي موقف مسيء يعني واحد من الأخوان بالرياضة زين حتى بموضوع النقل التلفزيوني بالمناسبة وأنا جايك موضوع التحديد التلفزيوني والنقل التلفزيوني هذا موضوع لازم نسؤول فيه يعني خلي روح للصورة الجاية وبعدين نسؤول فيه الصورة الجاية تقول أنه أنت تركت أربيل وين رحت؟ رحت لدهوك الغريم التقليدي لأربيل لا أنا دهوك هنا رحت عدهم آسيوية عدهم آسيوية وكابتن أكرم كابتن أكرم راهبني أنا أكون مع الفريق أنا وأحمد ونديم وزيد يعني لاعبين هو ياسر مو بس أنت ولاعب الزهرة هذا من الرقم عشرة؟ مو على معرفة جاسم هذا جاسم مو جاسم حاجي جاسم على العموم أنا رحت لدهوك يعني مو مجبر وإنما أكو أمور يعني نادي الطلبة بكتها كان مدرب راضي كان راضي المدرب ناس وصلت لي بأن راضي ميرجع اللاعبين قداما طبعا هذا شيء كان غلط أنا سمعت غلط ما كان أكويش فكرة نفس الناس توصل أنت تأثر بحش الناس؟ لا لا بالمقربين أتأثر بحش الناس ما تأثر اللي ما أعرفهم بس المقربين أكيد أتأثر لأن عندي ثقة بهم مثل ما أنا أحترمهم أقدرهم أكيد أسمع كلامهم فهنا رحت لنادي دهوك والحمد لله أنا ممكن سويت بنادي دهوك يعني أغلبنا الفيصل لأربعة تاريخ دهوك تاريخ فريق عراقي ما غلب فيصل أغلبنا الفيصل ما سجلت؟ سجلت هدف هدفين هو حسبوه هدف ثاني صناعي يعني الحمد لله كنت مع دهوك أعتبرها يعني ما تحسها خطأ أنت تركت أربيل لدهوك لا أنا ما تركت أربيل أنا كنت أقول لك شغلة بأربيل أنا طلعت عن أربيل طلعت من أربيل في مؤامر أنا أعتبرها أنا ما أحب هذه الكلمة لكن أنا طلعت من أربيل مؤامر أنا اليوم أكوا لاعبين يعني تعرف قلت لك قبل بداية البرنامج قلت لك أكوا غيرة أكوا ناس ضغار أكوا ناس تحسد أكوا ناس أنا آمن بهذا الشي اليوم لاعبين يرحون الرئيس نادي يرحون الناب رئيس نادي خمس لاعبين مؤثرين بالفريق يقولوا هم لو إحنا لو أحمد هاي مشكلة خمس لاعبين رحوا رئيس نادي الدكتور عبد الله راحوا رئيس نادي أنا سماعت بهذا الشي بعدين اتحققت من صلة مدرب مين بقتب قول يعني اللي سوى تبربيل يعني ملة الملة قاعد وياه قل لي هذا ناديك شن اللي تريده إحنا قلت للي يريده أطلع من النادي أنا قبل ما يخلص الموسم شهرين على العراق إيراضية كتبت يعني بالسبتات يعني نزلت أنا اللي تصلت بهم في المكتب هذا آخر موسم على نادي أربيل حسيت بالأمور لأن تعرف أنا بأربيل أخذ ثلاثة دوري ومرتين هداف الدوري ووحس اللاعب العراق مرة فتزعج الآخرين زيد يعني حتى سب تركك كرة القدم واحدة من الأسباب أنه أنت لما جيت للطلبة كنت يعني موداك اللاعب لا أنا قلت لك أنا من بلاي الفين وعشرة آني الفين وعشرة رحت لدهوك راح لدهوك ممكن أسبوعين ثلاثة أبويا توفى وراها ردت أرجع ردت أرجع ما قدرت رحت لطلبة ردت تنهي مسيرتي بالطلبة بالطلبة فقط من أبعدك من الطلبة؟ طلعت من الطلبة لأن صار أكو مشاكل زين؟ والمدربين مواقوياء من هو كان مدرب؟ لا آخر مدرب آخر مدرب كان خلاف كريم؟ أول آخر مدرب كان نبيل زكي وعبد الوهاب زين؟ يقولون بلعبك ملعب الصناعة فرص يعني كل شيء بسيطة ملعب الصناعة وكربلة وزاخ ومانا فرصتين قولت واحدة وفزنا وراها زاخ وراها كربلة ملعب الشاب لعبت بدين ممكن كانت واحد صفر خاسماني أتذكر صناعة قولة قولة تلفوز بعد ملعب بعد ملعبت؟ كرهت كرة القدم من أور المدربين سوى لك؟ نزعجون ونسمي نزعجون ونسمي لماذا؟ أنا مدرب اليوم أنت تفيدني أكو كرة أكو كرة من شنة لاعب أغلب المدربين اللي اشتغلوا ببودهم ما يحبون أحمد الصلاح كلهم استقالوا بسبب أحمد الصلاح أقالوهم بسبب أحمد الصلاح كل شيء؟ طبعاً خاف يتقلوني بسبب قنات مراك لا ممكن تلاعب السبب بعد ما الوهم قلنا الصورة القادمة هي صورة أحمد الصلاح في المنطقة الفنية صعبة المنطقة الفنية؟ الناس اللي يتقدر هذا الشيء وتحترم هذا الشيء مو كل الصعبة يعني صعبة بقدر ما تكون أنت متفهم الأمر رح تكون عليك سهل فالأكيد صعبة في بداية الأمر بالتأكيد صعبة لأنت ما تمتلك ما تمتلك المعلومات وما تمتلك من المعلومات اللي تخدمك أن تكون مدرب ناجح فببداية أكيد صعبة صعبة عليك؟ طبعاً هذه الصورة محتفظ بها مخليها قلنا حتى صورة بروفايل مالك فترة من الفترة طبعاً أتشرف أنا أكون مدرب أول فريق كبير وأنجح فترة معينة زي ممكن تخلي الصورة جاية الصورة راح تجي ممكن تخليه في ديوم صورة بروفايل مالك؟ وانا شوف الصورة الجاية بروفايل مالك ممكن باكيته مدرب كبير يعني باكيته؟ مدرب كبير راح نسول فغاية باكيته حشي لعن باكيته إنسان محترم قبل ما يكون مدرب يعني كليش يعني أكو أمور لازم تعلم المدربين من قبل باكيته شون يعني؟ تعامل مع اللاعب والاحتراف الاحتراف الصح مع اللاعب اليوم يعامل اللاعب لاعب فقط بالملعب اللي بره من يعامله يعامله صديق يعامله أخ ما يعامله لاعب حنا جنا فاقدين هذا الأمر في السابق من جنا لاعبين نتعامل كلاعب وان مرتاحين اللاعبين وياه؟ يعني ماكو اليوم ماكو 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 بالعالم مثلا الخمس وعشر اللاعب يحبونه مدرب زين من يكره المدرب؟ ماكو واحد يكرره مدرب لا بالاكس لاعبين الكبار يلعبون بالفريق هو يحب يحترم اللاعب الشبير و يقدر و عطاء 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 داخل الملعب زين المدرب يراد لوقت يراد لوقت حتى تبين بصماته عالفريق يراد لوقت زين هالدرجة كنتوا محتاجين كرار؟ كرار محمد احنا محتاجين كنا محتاجين مدافع سلام بعد ما احنا من جبنا سلام خلص يعني بعد ما نجيب لاعب لكن من تعور سلام محتاجين مدافع 38 اللامون لكرة 38 لعبوا وعدنا كاس يعني 45-46 مباراة ما اقول 3 لاعبين ادخل في كمنون الدورة كنت محتاجين لاعب باكيت بقى مصر على كرة من اللي اقنع باكيته بكرار انت لو ساعة تحافظ من اللي اقنع باكيته لا كرار لاعب كرار لاعب باكيته يتفرج الدورة وعنده ناس اللي شوفه اللعبات من حلقة الوصل بين اللاعبين وباكيته انت لو ساعة تحافظ احنا اثنين من المقرب الي بالعمل اثنين مقربين يقولون اكو داخل داخل الفريق انه بالنسبة للمساعدين صاير شون يقول ام يعني كل شخص بمساعدين يثبت نفسه للمدرب صح؟ نا مصح مصح هذا الموضوع ما وجد بشي أنا بالنسبة لي ما أحتاج هذا الشيء ما تحتاج هذا الشيء؟ أنا يعني من حسن حظي أنا أشتغل مع باكيته زيل في تكملت بداية كلامي في بداية الحلقة قلت لك أنا سألتني قلت لك حب أتعلم تتعلم باكيته؟ من كل مدرب أتعلم منه زيل يعني الوقت بدأ يدركنا خلي نسؤال بأكثر الموضوع التحليل للتلفزيون الصورة القادمة حدث عن أحمد صلاح محلل في قناة وارس وارت يمكن هذي؟ نعم هذي تحليل للتلفزيون أنا يعني كان ماكو أحد بدهوك فانشين تبقر بيساكن خابراني الولد وأول حلقة إلي قلت عذراً لهذا المكان أول حلقة قلت؟ أول حلقة قلت عذراً لهذا المكان أعلى منك؟ لا مو مكاني لا مو مكاني أكو ناس بهذا المجال أفهم مني بالتأكيد زيل لكن حسب خبرتي وحسب الظرف اللي كان موجود ومكان أكو اسم ونجم لامع بذاك الوقت قبلت أن أكون قبلت أن أكون موجود بالقناة قدمت شيء للتلفزيون؟ والحمد لله يعني أنا بشهادة ناس فاهمة ومو عراقين طبعاً قبل المحاضر لاسي وزياد عقوبة والمحاضر لاسي ومحمد عبيدات ومحمد عبيدات طبعاً نوجه للتحية هو محلل مختص بالدور الأردني والدوريات الشهادة كنت أعتز بها من كان يشوفني ويقول لي كنت أتمتع من وشوفك تحلل تفاجأت أنا حقيقة الحمد لله أعتبر هذا يعني ولو شيء بسيط نجحت بالتحليل صعب التحليل؟ لا اليوم إذا تريد ترضي الناس رح يكون صعب إليك لإسمك لكن إذا تحكي وتحكي مثل ما هو التحليل شواني فترة قصيرة لكن عندي كتاب يعني كيفية تعلم التحليل يعني شون تحلل يعني بديت أقرأ حتى ما أفشل بالتحليل ها تعلمت لازم أتعلم زين يقولون المحلل بالعراق وواحد معتهم محمد صلاح يغازل الإدارات الأندية من خلال التحليل ولا نادي غازلت أتحداك وتحدى كل كل واحد يقول أحمد صلاح كلهم حكيت بما يرضى بي رب العالم ويرضى بي ضميري ويرضى بي اللي تشوفه تحكي اللي يشوفه أحكي بغض النظر عن هذا المدرب وهذا المدرب فأنا مرة انتقدت حالة لناديد هوك كان كابتن حازم زين حازم صالح كان يدربت هوك ويتجوي زين كانت لعبته يمكن ما أعرفه يا من وراها عنده يجوي قلت على المدرب أن يفعل الأطراف زين بالحال الدفاعي بموردة الجوية سواها وتعادل أجل شكرني قل لي أنا أشكرك هوايا لأن أنت نبهتني نبهتني على حالة ما تشتموه هوايا معب شكرني أكو ناس كانت تزحمك على مكانك بالتحليل لا ما كان هناك أحد هناك صح؟ لا ما كان هناك أحد يعني لو كان أكو أحد طلعوك؟ لا يطلع أنا أكيد خدمك التحليل التلفزيوني؟ أي خدمني من أنتصرت مدرب ماذا يخدمك؟ يفيدك التحليل من أنتصرت مدرب أنت اليوم من تكون محلل بعض الشيء يفيدك بس مو بدرجة تحليل المحلل والمدرب فرق شاسع بيرات بس التحليل يفيدك بالتدريب؟ بعض الشيء اثنين أنا تكون محللين ويباكيتة ساعة تحافظ؟ لا أنا مو محلل كنتم محللين؟ لا أنا مو محلل أنا قلت لك جيت للتحليل قلت عذرا لهذا المكان أنا مو محلل حتى ما تنسح زين يلا أوكي الصورة القادمة ش تقول؟ طبعا هذه محطات حياتك احنا جاينا نناقشها مو؟ تأكيد بها محطات هوايا الصورة جاي تقول الله فاروق نظم شاكر أحمد صلاح علي الشيح ماني هاشم رضا هاشم رضا بعيد ها؟ هاشم هاشم تاريخ هاشم غني عن تاريخ ومستحيلان عفونا هذه الصورة لنسوارت بها شوي كابت النظم أنا أشكره طبعا حقيقة بثقة بيه من يعني من جابني اللي لم جابني وانما زكاني قدام الإدارة من طرح اسمي بالإدارة تعرف أنت اليوم الإدارة تطرح اسماء المدرب من يزكيك على شغلك الفني بالتأكيد يعني تشكر هذا المدرب كابت النظم أسلوب راعي يعني يختلف عن كل المدربين بأسلوبه واللاعبين خايفة حالة ما موجودة بالمدربين يونس الشاقي أبو فهد يعني ترتاح اللاعب يرتاح حقيقة لحد اليوم اللاعبين يحبوه يتصلون عليها زين اللي هو يعني موجود بالنجف الآن أي ليش ما رح تويها؟ العمل مع باكيته ليه مو أفضل وإنما أحس أكفة طفرة نوعية من ناحية العمل أحب أتعلم من هذا حبت تتعلم جربت نظم كابتن نظم كابتن نظم إلي شرف إلي شرف وهو ما يروح أكون وياه والرجل رادني حقيقة يعني خفلين عنده فاروق لا أهضاء أموري ذهب جديات والله كابتن فاروق مدرب لياقة كابتن فاروق مدرب لياقة بعدين يفهم كابتن نظم وصال لعمر وياه وكابتن نظم قل لي وين ما أروح أنت تكونوا وياه زين عندنا شخص دعمك بقوة وياهم منه؟ علي الشيح ماني أحسوني ما داعمني لي أحسوني بصورة عامة داعم النادي يحب النادي يحب النادي يحب النادي هو عنده اسم النادي يعني نادي شرطة خط أحمر هو يحب النادي ويحب النادي ويشتغل دائما ممكن ذاك اليوم قلت ممكن أنا الوحيد اللي دائما أقول أكو ناس تعمل رب العالمين بالمخفي زين يعني أكو ناس يعني تسوي شيء وما تطلع بالإعلام زين تقول أني سويت هذا الشيء صح كابتن علي الشيح ماني أحد هؤلاء الأشخاص يسوي لله للعمل يعني العمل الخير للنادي وما يطلع يقول أني سويت واني سويت واني سويت هاي حالة إيجابية ممكن الإنسان زين بالمناسر يمتلك هذا الشيء بالمناسر سعر الصباحاوي يعني اتصال قبل البرنامج قال السيلة قال له شنورايك بالعلي الشيح ماني الشهادة مجروحة بكل عضاء الهيدارية لكن علي الشيح ماني إنسان نزيه إنسان خلوق وشوف فسا إحنا يمكن بسناحتنا الفرصة يعني يعني يستقين من مشرف الفريق أنا أقول لهم يا أبا تعالي اللاعبين إذا هتستقين اللاعبين ما رح يقبلون يعني يا أبا اسمع نحاول نعدل عن قرارك يعني نعدل عن قرارك مو بس اللاعبين عفوا حتى جماهير يعني اليوم آني جيتني رسالة من أحد الجماهير علي الشيح ماني إذا ما يكون موجود رح نسوي ثورة فوق بالبراجات فهي حالة إيجابية بالنسبة لي العالم تحبه بمونة العالم تحبه وحنا الناجدة أن يرجع للفريق زين صورة الأخيرة بالبرنامج ده ممكن حمودي صورة الأخيرة بالبرنامج إحنا مخرج هنا قلي بعد دقيق إحنا جاوزنا في الدقيق صورة الأخيرة لازم نسولب بها فريق الطلبة واحد من الفرق العريقة بالعراق أحمد صلاح كل الناس تقول أنت طلابي صح أنت لعبت بالزورة وبالشرطة ومعرفين ودربت الشرطة ورحت للأربيل واخذت بطولات وكذا طلبة طلبة أنت طلابي أنت تقول To UNSEed طلبة وزين طلبة طلبة صلى الساتق طلبة 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 والطلبة وم۶ كلها من الطلبة ونجازاتي ونعرفت وهاي من الطلبة وهاي أحد المباريات مع شعب آب اليمني اللي أخي هناك أنا مشرف باسم الراوي والتشكيل سجيت هدفيه نفذنا أربعة كنت هاي به هدف أبطال العرباني صالح محمد ناصر صالح محمد ونبيل وبهاء وجميل وحيدر واركان ومهدي وعلان إيروز وعلي النعمان باسم الراوي طلبة ممكن شو أكو الطلبة يردوك مدرب يردوك بالنادي جمهور الطلبة أموان قررت وصل علي ماذا كنت ما توفر الأرضية المناسبة أخذها من نادي بكل شيء الطلبة فاتحة وكذا الموسم؟ حاتوني أشتغل مع مدرب أجنبي بداية الأمر عرض بس يعني ما مرتبط مع نادي الشرطة في هاي الفترة ونتمنى من الله سبحانه تعالى يوفقنا بالنادي ويوفق جماهيرنا إن شاء الله نتوفق نتكاتب في سبيل نجاح الفريق إن شاء الله مصطرح شكرا جزيلا إليك طبعا بنناسبة هوايك بعض هوايك وحاجة أسر الجمهور وكثير من المحاطات بحياتك لكن شنسوا هذا وقت البرنامج شكرا لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم أجمل تحياتك هذا البرنامج كان معكم في الإعزاز التقديم أنا أمي شراط أسبوع قادم نفس الوقت في الجمعة بالعشرة سيفي جديد وضيفي جديد للقاء شكرا حكم شكرا للمشاهدة